موسيقى والحقيقة انه فعلا الالترس عملوا حاجة لطيفة يعني في المباراة ولدرجة انه هما يعني حتى رجال الشرطة نفسهم كانوا حاسين بهذه الوحدة رجال الشرطة بيشاهياصوا وهياصوا على الكور اللي ضيعوا على الفاولات والالترس كانوا في دقة الالتزام في فيديو يعني معانا هوروهولكو دلوقتي قدي ايه كمان رجال الشرطة متأثريين بالالترس بيحيوهم يعني ده بتصور يا حمع على كاميرا تكيبها حاجة يعني شفتوا عدهلنا من الاول بقى الهلم الاول لان فيها الزابط يعني قائد المجموعة ده بيحيل بيسقفلوهم واحد بيقول انتوا على دماغنا وحد التاني بيحيوهم حتى تحية عسكرية بيحيل الالترس دي مشاعر لطيفة وهو ده المفروض يكون موجود الحقيقة لانه كل العساكر اللي حضراتكم شايفينها دول كانوا بيهيسوا ومتألمين طول المطش على نفس قلم الالترس وفرحوا في الدقيقة الاخيرة زي ما ربنا قرر انه يفرح مصر بفوز الاهلي في اخر دقيقة يعني هي دي المشاعر المفروض تبقى موجودة في الحقيقة يعني احنا كمان كان فيه صورة الحقيقة مصورها مصورها رويترز في الحقيقة مصورتهاش صحيفة مصرية بس احنا كلنا واخدينها في عدد النهاردة في الجرائد لمجموعة ما تشوفوا لي الصورة دي يا شباب مجموعة من الزباط اللي قاعدين يحروصوا المباراة لما في فاولة عمل قاموا بمعترضين على خرار الحكم وكأن الشرطة بمشاعر الالترس والالترس بالتزام الشرطة اللي حاكت لأ صورة جميلة فعلا يعني اكيد لو حضراتكم يمكن يكونوا شفتوها على شبكات تواصل الابتماعي مبارح او شفتوها في جرائد النهاردة او هتشوفوها دلوقتي هنعرضها لكم عندنا هنا يعني حلو يعني دي مشاعر حلوة توجه الرئيس للشباب زي ما قلنا حاجات دمها تقيل ورخمة في الاول لكن توجه الرئيس الى الشباب توجه محمود جدا جدا اللي فكر في الفكرة الاسرار الارادة السياسية اللي مراعيها طبيعة الشباب اللي بتم اختيارهم لأنهم شباب الحقيقة جدين جدا وعندهم شغلة مش هو مش بستني يا محمود سعد الدين ده وزملاء هم مش بستنيين لهو شغال مبادرة تسمعونا وعمل مدني ونزل الشارع الطاقة دي مش لا يجب ان تهدر لا يجب ان تهدر ودول اللي مفروض يتولوا خمس ست سنين او اقل او اقل دول يبقوا هم قيادات المؤسسة طبعا محمود سعد الدين قيادة جدا كده يعني انه مدير تحليل اليوم السابع ما هيعمل ايه بعد كده من فعش جبتوني الصورة طيب انا بفكركم بالنهاردة ايه اللي حصل لنا في الاربع سنين اللي فاتوا والجيل ده هيطلع شكله ازاي واذا فيه ثغر حصلة جيليا دلوقتي منحة النفسية والاجتماعية نتيجة العنف الزائد والجنازات ازاي نقدر نحلها هيكون معايا اسادزة في الحقيقة في علم النفس وعلم الاجتماع دكتورة هيدا زكريا طبعا استاذة مربوقة في علم الاجتماع دكتورة امنية رأفت استاذ طب نفسي دكتورة سيهام حسن قصائي علم النفس واستشارات قسرية دكتورة نادية زكير مسؤولة غرفة المشورة النفسية للاطفال ضحايا العنف يعني هيكون معانا اربعة مهمين وانا بمشاعر الامهات كمان يعني مش بس العلم كمان بسيدات فضليات بمشاعر امهات يكلمون عن الجيل ده ولو حد عنده مداخلة او اسئلة انا هكون مرحب جدا في الفقرة اللي جاية مش هنزنق التليفونات هنوسعها بزاي كل مرة عشان تقولوننا بالضبط ايه رأيكم عايز اوريكم بس الصورة قبل ما نطلع ليه بفاصل لانها صورة حلوة في الحقيقة مش هافين تجيبوها طب خلس ها فيه خناقة جوة طب يلا اعرضها كبر شوية اهي يلا اهي ادخل زوم ايه بص بص زباط الشرطة واحد من اللعيبة وقع لعب من الاهلي مش شايف الرقم فاعترض زباط الشرطة شايفين الطريقة قاعد بيأمن الماتش لكن هو جواه هو جواه مشجع هو جواه مصري مصري فلا مشاهد حلوة اول تراحة مشكركوا شكرا جزيلا وده ده مش عشان يعني مش حتة عد الشرطة عشان اصالح الشرطة في الفقرة الاولانية دي حاجة ودي حاجة انت اخواتنا واهلينا حاجة بنغلط ومعندناش خطط استراتيجية وعندنا اجراءات تأمين لازم نعملها دي قصة تانية دي قصة تانية نحب بعض اه ننبه بعض لازم بعد الفاصل هستناكم